صباح الخير من ام تي في اللايف صباح الخير لكي المشاهدينة يلي نضموا لقلنا اليوم الأحد 26 تشرين الثاني 2017 26 تشرين يا إلي بونجور بونجور بلشت الأعياد من 22 من الاستقلال ومنبلش نكمل وعيد البربارة قريبا والأعياد بلشت حركة العيدة حلوة يعني كتير فعلا زي أنت ولا بعد أنا هذه الجمعة ناوية زي المعشادي طبعا فبنا نعملها اليوم السنة على الأصول إن شاء الله بنعاد عليك وعلى عائلتك العيدة هو الأولاد يمكن أكتر من الكبار الأولاد ينطروا بحسوا الآن في فرع ونحن بربنان قدمع نقطع بأزمات نحس أنه بدنا إشارة حلوة لحتى نفرح نعود كل الناس اللي عم بيتابعونا بحلقات مميزة من اللايف مثل كل سنة وسنة بعد أكتر وأكتر أكيد خلال فترة الأعياد وإشياء أهم شيء الإشياء الإنسانية اللي نحن دايما هي رسالة لقلنا بألايف أنه تكون يكون عم نقدر نعمل خير قد ما فينا ونساعد الناس قد ما فينا وهيك كمان مندعي لكل أنه بيها الأعياد ما ينسوا هيدا شاء إن كان الديني أو إن كان الإنساني والاجتماعي لأنه هيدا هي الحياة إلي وهيدا هو الفرح الحقيقي بفتكير مليون بالمئة مليون بالمئة اليوم بإلايف رانيا وأنا رح نرافقكم هالا ساعة تنتين إلى ربع وعنا فقرات كثير مظبوط وحلوين وفنيين شو عنا؟ ميزيكل هلأ بعد شوية بدنا نهني لغسان لأنه عن جد بالمجهود اللي عم بيقوم فيه وأكيد بمساعدة التيم كله وإليه أحوال شخصيا كمانة عم بيكون فيه نجاحات حلوة كثير وعم توصل رسائل حلوة كثير مش بس بلبنين لكل العالم وأكيد مشوارنا لين؟ مشوار اليوم رح نروح فيه على أميون لنحكي أكتر عن زيت الزيتون مع معصرة قديمة وعن جد مميزة وإلى آخره وصور مرانا رح بتكون معنا اليوم بولوفين لنحكي كمان عن آخر الإيفنت والتحضيرات لعيد الميلاد وهلأ رح مناخد وقف صغيرة ونرجع منتابع معكم أنا وإلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة